عصير المانجو عصير المانجو ده يعني حل ونزل افهات كتير جدا على السوشال ميديا يا المانجا ما نزدتش ليه لا المانجا موجودة اهي انتو بس ايه هنلاقيها في اماكن معينة نصبر بس يعني خلينا ما ننزلش كتير لحد اما ايه المانجا تلاقوها في كل حتة تلاقوها جنب السوبر ماركت لجنب بيتكم فما تقعدوش تنزلوا تدوروا عليها عندنا عصير المانجو بعتذر طبعا عندنا اثنين موزة حلقات وثلاث كبايات مانجا مكعبات واثنين جوافة مكعبات ممكن نستبدلها بالكمترا براحتنا خالص عندي كمان ما لقيتش انا برضو جوافة فاستبدلتها بصراحة بالكمترا عندنا سكر او عسل للتحلية حسب الرغبة كباية فراولة مكعبات وبيوري الفراولة بيبقى معانا حلو قوي بنزله في الاول خالص في الكسات بتاعتنا وربع لتر من الحليب لا اقل ولا اكتر طيب هعمل ايه هاخد ملعقة الاول احط شوية الاول هنا ضروري جدا المفروض كان يبقى اتقل من كده شوية انتم ممكن تتقلوا كده هيدخلط مع العصير بس ايتس اوكي مش مشكلة هيبقى برضو معانا حل يعني نخلي عصيرنا حلوة ناخد نفس الملعقة يلا بينا كده كده هو العصير حاجة واحدة المنجا اهو هغيزكم بها المنجا اهي لو ما لاقناش المنجا ممكن نعمل مكانها خوخ ممكن نجيبها مجمدة لو احنا عايزين عشان ما نغلبش نقول انه مفيش منجا لا في كل حاجة في البلد الحمدلله هتلاقيوا كل الاكل موجود كل حاجة موجودة صراحة فمش هتغلبوا نهائيا خط المنجا ااخد الفراولة طيب أنا اخترت الحسل وما اخترتش السكر زي ما حضراتكم شايفين وخدت المكونات بتاعتي كلها حلوة قوي أقفل عليها بقى وابتدي بسم الله خلصنا المشروب بتاعنا بصوا النهاردة يعني الألوان هتعجبكم جدا والطعم هيعجبكم أحلى واللي عجبني أنا بصراحة على الألوان والطعم اللي عجبني الفايدة اللي هتعوم على أجسمنا على أولادنا على صحتهم على كبار السن يعني ده أحلى حاجة بالدنيا أنا عملا أقرأ في الكومنتات كتيرة جدا وحلوة حضرتك عصولة والله يدلع عصولين وحلوين وجمال استنوا نصب العصير ونقرأ شوية كومنتات